تصعيد عسكري من قبل قوات النظام وهذه المرة بالتجاه ريف حمى الشمالي والشمال الشرقي مستغلة الاقتتال الدائرة في هذه الفترة بين هيئة تحرير الشام وحركة نور الدين الزنكي في ريف حلب الجنوبي ووفقا لمراسلنا في المنطقة فإن الحملة العسكرية تتركز بشكل رئيسي في محور قريتي ربتة وعرفة في ريف حمى الشمالي حيث تدور هناك أعنف الاشتباكات بين النظام وتحرير الشام ولا تزال هذه الاشتباكات مستمرة لغاية الآن في حين تمكنت قوات النظام والميليشيات الموالية لها من السيطرة على عدة قرى في الريف الحموي الشمالي الشرقي منها قرى قصر الشاوي والحزم والربيعة والكيكية ودومة والناحية الحمرة حملة النظام هذه أدت إلى موجة نزوح كبيرة في صفوف المدنيين من أهالي مناطق ريف حمى الشمالي والشمالي الشرقي مع ازياد المخاوف من تدهور أوضاعهم الإنسانية بسبب الاقتتال الدائري في معظم مناطق شمال غرب سوريا ترجمة نانسي قنقر